ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعرى أو سافر الطير إلى من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله إقواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عياكم الله إلى اللقاء الثامن والثمانين في مدارس السبب مدارس السبب لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الأليف إلى اليوم حديثنا اليوم عن واحد من الأسفار الأبو كريفا السبع سفر توراتي لا يعترف به اليهود ولا يعترف به البروتستاند لكن يؤمن بقدسيتي وأنه من وحي الله يؤمن به الكاثوليك والأرثوذوكس سنتحدث عن هذا السفر من خلال عدد من الأسئلة من كتب هذا السفر؟ ما قصة هذا السفر؟ من أين استقيت هذه القصة؟ هل هي قصة حقيقية تاريخية أم خيالية مصطنعة؟ كم نص لهذا السفر وصل إلينا؟ هل هذه النصوص متضافرة؟ أم أنها بينها فروق واختلافات وتناقضات كبيرة؟ ثم بعد ذلك هل هذا السفر سفر أخلاقي؟ أم أنه مفعم بالأخطاء والتناقضات الجغرافية والتاريخية؟ بل واللاهوتية؟ حياكم الله وأهلا بكم سفر طوبيا يتحدث عن عائلتين من بني إسرائيل هاجرتا إلى أرض فارس قرب مدينة نينوى هاتان العائلتان هما محوروا هذا السفر العائلة الأولى هي عائلة رجل صالح يدعى طوبيا أو طوبيا هذا الرجل الصالح التقي كان محافظا على الطقوس التوراتية كان ملتزما بأحكام التورات وأنجب ابنا سماه باسمه أيضا طوبيا طوبيا هذا الأب سيفقد بصره لاحقا في قصة عجيبة رائعة العائلة الثانية هي عائلة أيضا إسرائيلية ولديها فتاة جميلة تدعى سارة سارة هي التي ستصبح لاحقا زوجة لطوبيا الإبن لهذه المرة أيضا قصة أنها كلما تزوجها رجل مات في ليلة زفافه منها فقتل الشيطان سابعة من أزواجها وهمت بالانتحار لولا أن الله تبارك وتعالى جاء بملك كريم يدعى رفائل ماذا فعل هذا الملاك الكريم؟ تجسد في صورة إنسان تنكر وذهب إلى طوبيا الأب وأخبره بأنه سيساعده في الوصول إلى مبلغ له جعله أمانة في مدينة بعيدة وسافر مع الإبن إلى مدينة هذا المستدين أو هذا المدين ثم بعد ذلك في وسط الطريق دخل على قرية سارة ورآها هناك وكان الملاك واسطة خير فزوجه بها من غير أن يموت في يوم زفافه ذلك لأن الملاك وهبه دواء غريبا هذا الدواء سيشفي لاحقا الأب من عماه كما شفى الإبنة سارة من الشياطين التي تعمل فيها وتقتل أزواجها هذه باختصار قصة هذا السفر وهناك بعض التفاصيل التي سنعرض لها لاحقا نيجي بقى أجمل حتة في الشرح النهاردة إن السفر ده حمل رموز ناسيانية خاصة ناسيانية يعني إيه؟ خاصة بالمسية اللي هو المسيح بصوا إحنا قدامنا القصة فيها آب اللي هو طبيع كبير وابن بنفس الإسم تعافين دي بتشاور على إيه؟ الأب والابن متساوين في الجوة طبيع وطبيع وإحنا قلنا كلمة طبيع عن إيه؟ الله طيب فالأب طيب والابن إيه؟ طيب ظهر معهم واحد تالت لهو مين؟ الملاك رفاقية ده عبارة عن إيه؟ روح وفيه أب وابن وروح دول أبطال القصة لهذا السفر منزلة عند النصارى ذلك أنهم يعتقدون على تاريخيته أنه عبارة عن رمز لقصة العهد الجديد طبيع الإبن يرمز للمسيح سارة ترمز للكنيسة عندما خلصها من الشياطين الملاك رفايل فإن ذلك يرمز للخلاص المسيحي بموت المسيح على الصليل تقييد الشيطان أيضا هو تقييد المسيح للشيطان حرق الكبد يرمز لموت المسيح على الصليب عندما قيد الشيطان بموت المسيح عندما حفر قبر لطوبيا الإبن مع أنه لم يدفن به أيضا هذا يرمز لموت المسيح على الصليب ودفنه وبقائه في الموت عندما امتنع طوبيا الإبن عن ممارسة العلاقة الزوجية مع عروسه لمدة ثلاثة أيام هذا رمز لبقاء المسيح ثلاثة أيام في جوف القبر حب طوبيا لسارة يرمز إلى حب المسيح لكنيسته فعله للعلاقة بها يعني رجوع المسيح مرة أخرى من الموت رجوع طوبيا إلى بيت أمه يرمز إلى صعود المسيح إلى السماء هكذا سلسلة متشابكة من الرموز في قصة طوبيا التي لا علاقة لها في المسيح تجعل من هذه القصة قصة رمزية ترمز إلى المسيح عليه الصلاة والسلام ليصبح هذا السفر سفرا مهما في دلالته عند الكاثوليك والأرثوذوكس محورنا الأول في حديثنا عن سفر طوبيا أو طوبيا هو أن نتحدث عن قانونية هذا السفر فهذا السفر واحد من أسفار الأبو كريفة السبعة التي لا يؤمن بها اليهود اليهود حينما اجتمعوا في مجمع جامينيا في عام تسعين ميلادي جامينيا قرية قريبة من يافا في فلسطين اجتمعوا وقرروا قدسية تسع وثلاثين سفرا واعتبروا ما غيرها من الأسفار أسفارا غير قانونية ومن بينها سفر طوبيت صحيح أننا لا نعرف كيف اختاروا هذه الأسفار وما هي المعايير التي اعتمدوا عليها لكن على كل حال هذه الأسفار هي التي اعتمدوها وهي التي يؤمن بها البورتستان أما الأسفار السبعة الأبو كريفة أو الخفية فلا يؤمن بها إلا الكاثوليك والأرثوذوكس في القرن السادس عشر في مجمع كاثوليكي اعتبر هذا السفر والأسفار الأبو كريفة الستة الأخرى أسفارا قانونية أضيفت إلى الكتاب المقدس وصارت معتبرة عند الكنائس المختلفة لاحقا سينكرها البورتستان حين يرفضون قرارات المجامع الكنسية ويعتبرون هذا السفر والأسفار الستة الأخرى أسفارا غير قانونية القديس جيروم وهو أحد الذين ترجموا هذه الأسفار لم يكن يعتبر هذا السفر سفرا قانونيا بل كان يلحقه بالكتاب المقدس طبعا لما كان في المخطوطات ويراه نافعا للتهذيب والتأذيب من غير أن يكون سفرا مقدسا طبعا أنتم تأخذوا طول الفترة الدراسات في الأسفار اللي يسموها القانونية التانية لأن بعض التواقف مش بتعترف بيها كأسفار قانونية مزبوطة يعتبروها مزورة لكن كنائسنا التقليدية احنا كل الأورتبوكس في كل العالم ومعنا كمان كنيسة الكارثريكية بنعتبرها دي من الأسفار المقدسة من هو كاتب هذا السن؟ لا أحد يستطيع الجواب عن هذا أبدا العلماء يرون أنه كتب قبل مئتي سنة تقريبا من المسيح مع أنه يتحدث عن حقبة تاريخية تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد يعني بينه وبين القصة ما يقرب من ستمائة سنة تقول لنا مقدمة هذه النسخة الكاثوليكية تقول إنه لمن المتعذر عمليا أن نضع تفاصيل هذه الحكاية في نطاق تاريخي معروف يعني حتى تاريخها ليس تاريخا دقيقا بسبب اللخبطات التي موجودة في هذه القصة كما أنه لا يمكن البرهان على أنها جميعها خيالية يعني أيضا لا نستطيع أن نجزم بأن كل ما قيل من أحداثي أحداث خيالية بدون نواة تقليدية ثابتة إذن ربما يكون للقصة أصل لكن القصة ليست بتمامها تاريخية أين ومتى كتب هذا السفر لا نستطيع أن نجزم بشيء حول تاريخ كتابة هذا السفر دارة المعارف الكتابية تنقل لنا رأي العلماء وتقييمهم لهذه القصة تقول يكاد الرأي يجمع على أن السفر عبارة عن قصة خيالية طيب ما الغرض منها؟ الغرض تقديم بعض المعلومات وبعض الأدبيات الطيبة والمعلومات الطيبة عن بني إسرائيل لكن هذا لا يخرجها عن كونها واحدة من القصص الأسطوري الذي كان يتناقله شعوب الشرق الأوسط في ذلك الزمان هذه الطبعة الرهبانية اليسوعية نقلت لنا في مدخلها لهذا السفر معلومات مهمة تقول لنا هو جوهر عن هذا السفر هو جوهر من جواهر الأدب الكتابي هو عبارة عن رواية شعبية مش رواية مقدسة رواية شعبية كان يتناقلها بنو إسرائيل رواية شعبية وقد اقتبست هذه الرواية من التقليد الحكمي الشائع في العالم الوثني المحيط باليهودية الوثنيات المحيطة في اليهودية كان لها حكم وكان لها آداب حكمية فمن هذه الآداب الحكمية الوثنية اقتبست هذه القصة التي أصبحت لاحقا جزءا من الكتاب المقدس هذا ما يقوله الآباء اليسعيون في نسخة الرهبانية اليسعية تضيف هذه النسخة في مقدمتها تقول يبدو للقارئ أول وهلا أن الرواية تاريخية محرم يعني أن رواية جرت أحداثها كما يذكر بالتفاصيل الموجودة في القصة لما فيها من تفاصيل واردة وافرة عن الأزمنة والأمكنة والأشخاص إنسان جاء لك بقصة قال لك في اليوم الفناني في الشهر الفلاني في البلد الفلاني حصل جاء فلان وراح فلان هذه التفاصيل ستوهمك أن هذه القصة قصة حقيقية طيب ما رأيكم أيها الأباء اليسعيون يقولون يجب أن لا توقعنا هذه الدقة في الوهم ما ينبغي أن نكون ضحية لوهم بسبب هذه التفاصيل فالكثير مما ورد في القصة يتلاشى عند التدقيق عندما تدقيق في القصة تجد أن هناك خروقات كثيرة تمنع من تاريخيتها من الواضح أن المؤلف مثلا لا يعرف الملوك الذين يذكرهم إلا من بعيد علاوة على ما فيه من أخطاء جغرافية وأخطاء تاريخية وأخطاء لاهوتية كل هذه الأخطاء تفيد أن هناك مؤلف يكتب قصة لم يشاهد ولم يحضرها ويتحدث عن بقاع لا يعرف عنها أي شيء علاوة على ذلك فإن هذا المؤلف يحبك قصته بطريقة أحيانا ساذجة كل شيء يأتي في الوقت مثلا ما يكاد طوبيا يبحث عن رفيق يوصله إلى قرية أخرى يريد الذهاب إليها حتى يأتي هذا الرفيق ويخبره بأنه يعرف تلك المدينة يعني حتى الحبكة لم تكن حبكة ناجح إذن هذه القصة قد تكون لها أصول لكن ما فيها من تفاصيل هو في الحقيقة صناعة خيالية مستلهمة من مصادر وثنية من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا هم العلماء الذين أنجزوا لنا هذه النسخة الرهبانية اليسوعية كيف وصل إلينا سفر طوبيا؟ هل له نص واحد أم له مجموعة من النصوص؟ هل نستطيع أن نجمع بين هذه النصوص للوصول إلى نص أصيل؟ الحقيقة أن العلماء بداية يجمعون على أمر واحد بخصوص هذا النص وهو أنه نص لم يكتب بالعبرية كسائر أسفار العهد القديم لكنهم يختلفون بعده في كل شيء فبعض العلماء يقول بأنه كتب بالآرامية الكلدانية السريانية الأثيوبية السريانية إلى آخره هناك اقتراحات كثيرة وبعضهم يقترح وهذا جملة من العلماء أن السفر مكتوب باليونانية ومترجم إلى اللاتينية وبذلك يصبح لدينا ليس نصاً واحداً يصبح لدينا عدد من النصوص لماذا؟ لأنه يوجد اختلاف كبير بين هذه الترجمات يعني ليست عبارة عن نص تم ترجمته فيختلف النص عن الترجمة بأنه هنا يستخدم ذهب وهنا يستخدم مثلاً جاءة لا القضية ليست هكذا القضية أن هناك اختلافاً كبيراً هناك جمل بكاملها غير موجودة هناك تفاصيل غير موجودة هناك نسخة كاثوليكية تسمى الدومنيكان هذه النسخة لها مقدمة لهذا السفر تقول اعلم أنه يوجد اختلاف غير قليل غير قليل في مواضع شتى بين نص الترجمة اللاتينية وبين النص اليوناني المبني عليه كثير من الترجمات كثير من الترجمات اعتمدت على اليوناني لكن في فرق كبير بين الترجمة اللاتينية واليوناني إلا أننا إذ لم يمكننا في ترجمتنا هذه العربية أن نرفع هذه الاختلافات وأن نوافق النصين رأينا الأجدر بنا أن نتبع النص اللاتيني وحده لأسباب شتى إذن لن يتبعوا اليوناني سيتبعون النص اللاتيني هذه نسخة كاثوليكية أولى هنا مقدمة الرهبانية اليسوعية تطلعنا على تفاصيل أكثر عن هذا النص الذي ورد إلينا وصل إلينا سفر طوبيا مترجما في ثلاث صيغ مختلفة الصيغة الأولى هي النص الطويل وهي محفوظة في المخطوطات اليونانية في القرن الرابع كالمخطوط السينائي المخطوط السينائية هي من أهم مخطوطات الكتاب المقدس تعود إلى القرن الرابع هذه المخطوطة حملت النص الطويل النص الطويل وهو الذي ترجمه القديس جيروم وهو الذي ستنقله لنا هذه النسخة نسخة الرهبانية اليسوعية هذا النص الطويل هناك صيغة أخرى النص القصير موجود في مخطوطات يونانية لكن مخطوطات يونانية لاحقة متأخرة عن هذه المخطوطات أو عن مخطوط السينائي هناك صيغة ثالثة موجودة في الليتورجيا في الكتب التقليدية للكنيسة اللاتينية وتعود إلى القرن الخامس ويزعمون أن جيروم يترجمها عن نص أصلي باللغة الأرامية إذن لدينا ثلاثة نصوص نص طويل هذا النص اعتمدته هذه النص الرهبانية اليسوعية ونص قصير موجود في مخطوطات يونانية متأخرة وهناك نص ثالث لا أهمية له في حوارنا اليوم قام به القديس جيروم كما زعموا عن أصل آرامي لهذه القصة هنا لدينا الترجمة العربية المشتركة الترجمة العربية المشتركة تقول لنا وصل إلينا كتاب طوبيت في نسختين نسخة قصيرة نجدها في معظم المخطوطات اليونانية يعني المتأخرة ونسخة طويلة نجدها في المخطوط السينائي الذي كتب في القرن الرابع طيب أنتم ماذا اعتمدتم؟ اعتمدنا النسخة القصيرة إذن الترجمة العربية المشتركة اعتمدت النسخة القصيرة والرهبانية اليسوعية اعتمدت النسخة الطويلة والدومنيكان اعتمدت النص اللاتيني المترجم عن النسخة الطويلة السؤال لكم أيها الأحباب الكرام أي النصوص تعتمدون في قصة طوبيت؟ هل تؤمنون بسفر طوبيت الذي كتب في النسخة الطويلة؟ أم تؤمنون بسفر طوبيت الذي كتب بالنسخة القصيرة؟ أي السفرين ترون أنه يعبر عن وحي الله تبارك وتعالى؟ ذكرنا لكم أن الترجمة العربية المشتركة اعتمدت النص القصير وأن الرهبانية اليسوعية اعتمدت النص الطويلة دعونا نقارن بين هذين النصين لنرى بعض الفروق المهمة لنرى هل سفر طوبيت سفر معبر عن وحدة حقيقية بين نصوصه المختلفة أم أن هناك اختلافات أكثر من قضية طويل وقصير؟ نبدأ بهذه المقارنة الرهبانية اليسوعية حينما تقرأ سفر طوبيت تجده يتحدث بصيغة المتكلم وهذه قضية مهمة جدا لأنها ستوهم بأن المؤلف هو طوبيت وبالتالي هو معاصر للأحداث ويتحدث عن ما يرى ويشاهد فيقول أنا طوبيت سلكت أيام حياتي تصدقت لما كنت في بلادي كنت شابا فيستخدم طوال السفر حديثا بصيغة المتكلم مما يفيد أن المؤلف هو طوبيت مع أن المؤلف بعد طوبيت بستمائة سنة فهو عاش في القرن الثامن لكن في أواخر عمره كان دخل في القرن السابع قبل الميلاد وكتب السفر بعد قبل ما يموت سنة 612 قبل الميلاد يعني قبل موته بسنوات قليلة الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها علماء كاثوليك وأرثوذوكس وبروتستان تستخدم صيغة الغائب سلك طوبيت طريق الحق كل أيام حياتي وليس حياتي فكان مش فكنت فكان كثير الإحسان وحين كان في بلادي وهو بعد فتى وليس كنت شابا إذن هذا فرق أول سنجده مضطردا في طوال السفر لكن أيضا هناك بعض الاختلافات المهمة بين هاتين الطبعتين المقدستين الرهبانية اليسوعية تتحدث عن جبعائيل الذي استدان من طوبيت مبلغا كبيرا من المال تقول فأودعت جبعائيل أخا جبري فهو أخ جبري جبعائيل هذا هو أخ جبري لكن في الترجمة العربية المشتركة يقول جبعائيل ابن جبري ابن جبري لكنه يعيش في مدينة راجيس ميديا اللي هي قريبة من مدينة طهران اليوم فالسؤال للمؤمنين بقدسية هذا السفر هل تؤمنون أن جبعائيل هو أخ لجبري أم أنه ابن لجبري في نسخ أخرى قالت جبعائيل جبري يعني حتى تخلص من الموضوع لا ابن ولا إيش ولا أخ فهذا نموذج من الاختلاف بين النصين المقدسين سؤال آخر حينما مات طوبيا الابن كم كان عمره الرهبانية اليسوعية تقول مات مكرما عن مئة وسبعة عشرة سنة مات عمره مئة وسبعة عشرة سنة أما الترجمة العربية المشتركة فتقول عن مئة وسبعة وعشرين سنة والسؤال للمؤمنين بقدسية هذا السفر ما هو الذي أوحاه الله إلى الكاتب المجهول لسفر طوبيا؟ هل أوحى له بأن طوبيا عاش مئة وسبعة عشرة سنة؟ ولا عاش مئة وسبعة وعشرين سنة؟ متى فقد طوبيا الأب أو طوبيا الأب بصرة؟ بحسب الرهبانية اليسوعية كان ابن اثنتين وستين سنة حين فقد تعيناه البصر كان عمره اثنين وستين سنة بينما الترجمة العربية المشتركة تقول فإنما فقد بصره كان ابنه ابن ثمانية وخمسين سنة واحد بيقول اثنين وستين واحد بيقول ثمانية وخمسين والسؤال للمؤمنين بقدسية هذا السفر من الكاثوليك والأرثودوكس كم كان عمره حين فقد بصرة؟ اثنين وستين والثمانية وخمسين طيب ما الذي كتبه الكاتب المجهول؟ الكاتب المجهول للسفر الذي نزل عليه الوحي ماذا كتب؟ هل كتب اثنين وستين؟ ولا كتب ثمانية وخمسين من الفروقات ايضا بين هذا السفر تتحدث عن هرب طوبيا الاب من الملك الى ان قتل الاب بعد اربعين او خمسين يوم تقول نسخة الرهبانية اليسوعية لم ينقضي اربعون يوما حتى قتل الملك ابنه فقتل الملك بعد اربعين يوم وبالتالي نجى منه طوبيت وعاد الى بلده التلجم العربية المشتركة تقول ولم ينضي على ذلك خمسون يوما نسخة الدومنيكان تقول خمسة واربعين يوم فعنتم عندكم اربعين ولا خمسين ولا خمسة واربعين يوم ما هي الايام الحقيقية التي مات فيها الملك؟ طيب السؤال الاهم عندي ما الذي كتبه كاتب هذا السفر؟ الكاتب المجهول لهذا السفر كتب لم ينقضي اربعين يوم ولا لم ينقضي خمسة واربعين يوم ولا لم ينقضي خمسين يوم؟ نفرض انه كتب اربعين مين اللي اعطاكم الحق ان تعدلوها الى خمسين وخمسة واربعين؟ نفرض انه كتب خمسين او ستين او تسعين من الذي اعطاكم الحق بالتعديل على ما كتبه المؤلف والمقدس المجهول الذي يكتب بوحي الله تبارك وتعالى هناك مواضع مختلفة فيها زيادات كبيرة طبعا الرهبانية قالت لنا اذا اخترت النص الطويل والترجمة العربية المشتركة قالت باننا اعتمدنا النص القصير لكن خلينا نشوف بعض الفروقات ما ترونه هنا في الاصفر موجود في الرهبانية اليسوعية غير موجود في المشتركة وما ترونه في الاحمر موجود في المشتركة غير موجود في الرهبانية اليسوعية وما ترونه من نصين هما نصان متقابلان يعني نفس النص في الرهبانية ونفس النص في المشتركة هذا الذي ترونه في الاصفر هو يقابله هذا الموجود في الرهبانية في الترجمة العربية المشتركة كل العبارات المضللة بالاصفر لا وجود لها في الترجمة العربية المشتركة التي اعتمدت سفر طوبيا بنصه القصير هنا أيضا الرهبانية اليسوعية تزيد كل هذا الذي ترونه في الأحمر وهذا مكانه في الترجمة العربية المشتركة استغنوا عنه لأن الرهبانية اليسوعية اعتمدت النص الطوي هذا الذي ترونه هو جملة من فروق كبيرة بين النصين لحقيقة الفروقات كبيرة جدا بين النصين وهذه عبارة عن نماذج والسؤال لأولئك المؤمنين بقدسية هذا السفر الكاثوليك والأرثوليك هل تؤمنون بالنص الطويل الذي وجدناه في المخطوط الصينائي والذي ترجمته لنا الرهبانية اليسوعية أم تؤمنون بالنص القصير الموجود في المخطوطات اليونانية المتأخرة الموجودة في الترجمة العربية المشتركة أم تؤمنون بالنص الذي قدمته لنا نصفة الدومينيكان والذي أخذته من النص اللاتيني أي النصوص تعتبرونه وحي الله تبارك وتعالى؟ أي النصوص كتبه الكاتب المجهول لسفر طوبيا؟ تواجهنا في سفر طوبيا مجموعة من المشكلات بعضها تاريخي بعضها جغرافي بعضها لهودي هذه الأخطاء جعلت العلماء يتفقون على أن الكاتب ليس معاصرا للأحداث بل هو بعيد عن الأحداث بعيد عنها من جهة التاريخ بعيد عنها من جهة الجغرافية دعونا نليج إلى أول هذه المشكلة المشكلة الأولى تتعلق بطوبيا الأب طوبيا الأب أصابه العمار فكيف أصابه العمار؟ نقرأ ما تقوله نسخة الرهبانية اليسوعية في يوم من الأيام كان طوبيا تعبان بعد ما قام بمهمة من المهمات الطيبة التي يقوم بها ثم بعد ذلك رمى نفسه على الفراش ونم غير عالم بأن في الحائط عصافير دورية فوقي فوقع ذرقها في عيني وهو سخن يعني لا مؤاخذة بالكلمة الوسخ القذر الذي تخرجه هذه الطيور وقع في عينيه وهو سخن يعني كأنه كان نائم وهو مفتح عينه فأحدث بقعا بيضاء لأنه حار فأحدث بقعا بيضاء فذهبت إلى الأطباء لمعالجتها وكنت كلما أكثر من وضع المراهم أزداد عمى بسبب البقع البيضاء حتى عميت تماما إذن بحسب الرهبانية اليسوعية العمى لم يحصل مباشرة بسبب قذر وقع من الحمام أو من العصافير إنما بسبب المراهم التي حاول من خلالها معالجة هذه المشكلة السؤال هل لكم أن تتصوروا رجل وهو نائم ومفتح عينه وثم بعد ذلك تصب الحصافير فوق عينه اليمنى واليسرى في نفس الوقت ليصاب بالعمى هل تتوقعون أن هذه قصة محبوكة أم أنها تحتاج إلى حفة النص القصير يرفض هذه الزيادات يقول استلقى لينام إلى جانب حائط الدر لكن بقيت عيناه مفتوحة نامه وعيونه مفتوحة ولم يكن يعلم أن في الحائط عش طائر دوري طائر الدوري فوقع منه براز طري في عينيه العينين المفتوحتين فغطى بصره بالبياض هنا لا يتحدثون عن حرارة يتحدثون عن طري فغطى بصره بالبياض وعبثاً عالجه الأطباء فما في فائدة من العلاج نسخة الدومنيكان ماذا تقول فيما هو نائم وقع من عش السنون طائر السنون قذر حار في عينيه فعميا فأصابه العمى بعد أن وقع في عينيه المفتوحتين قذر من طائر على اليمين وعا اليسار بنفس الوقت هذه قصة العمى الذي أصاب طوبيا هل ترون هذه القصة إلى هنا متناسقة؟ الجواب لا لكن الأخطر من ذلك كيف سيقدم ملاك الله وصفه من خلالها يتم علاج هذا العمى بينما طوبيا يمشي هو والملاك رفائيل بجانب نهر دجلة حصل أمر غريب خرج حوت من باطن النهر نهر فيه حوت شيء غريب جداً لذلك سنرى أن النسخة الدومنيكان تغير كلمة الحوت لأنه ما في حوت في الأنهار مثل نهر دجلة ما في حوت فغيروا إلى سمكة كبيرة لكن بحجم الحوت سمكة كبيرة خرجت وقصدت أن تبلعه فارتعب طوبيا ونادى الملاك يا مولاي وثبت علي سمكة لتبلعني إذن هناك سمكة نهرية كبيرة قادرة على ابتلاع إنسان فأمره الملاك رفائيل بأن يقبض على هذه السمكة وأن يجرها إلى الشاطئ ثم قال له أمراً مهماً قال له الملاك شق الحوت وانتزع قلبه وكبده ومرارته ثلاث أشياء أخذ من الحوت قلبه وكبده ومرارته واحتفظ بها كلها سالمة ففعل طوبيا كما أمره الملاك بعدين أكلوا شوية من لحم للحوت ثم تابع سيرهما حتى وصلا إلى مدينة أحمتة اللي هي ستكون فيها عروس طوبيا التي سنتعرف عليها بعد قليل قال طوبيا للملاك بيسأل الملاك يا أخي عزرية لأنه يظنه واحد من بني إسرائيل كما سيمر معنا ما نفع قلب الحوت وكبده ومرارته أنت خليتني أحتفظ بقلب الحوت وكبده ومرارته هنا اسمعوا إلى المفاجأة أجابه الملاك إذا أحرقت شيئا من قلبه وكبده فالدخان يطرد الشيطان أو روح الشر من الذي يحل فيه إذا واحد الشيطان متسلط عليه عنده مس من الشيطان كيف تعالج هذا المس؟ تعالج بإحراق قليل من كبد الحوت ومن قلبه الدخان اللي خارج من هذا الحريق سيكون فيه الشفاء سواء كان هذا الذي فيه الشيطان رجلا أو امرأة فلا يعود يزعجهما أبدا طيب ماذا عن مرارة الحوت؟ أما المرارة فتنفع لمسح العيون التي عليها بياض فتشفى إذن كيف سنشفى طوبيا من البياض الذي حصل له بسبب وسخ العصافير عليه؟ الحل هو في مرارة الحوت مرارة الحوت هي التي ستشفيه أما كبد الحوت وقلبه فالدخان الذي يحرى به هذا القلب وهذا الكبد فهو نافع لطرد الأرواح الشريرة فطبيا أطاع الملاك وتزوج سارة وتمم المشروع بتاعته أنه أول ما يدخل معها الأودة يحط الكبد والقلب بتوع السمكة على جمر نار هيطلع منهم دخان قال الدخان ده هيطرد الشيطان ما رأيكم يا رعاكم الله؟ هل تصدقون هذا؟ إذا كان كذلك ما الداعي لعيادات طب العيون يكفي أن نحضر قلب حوت ومرارة حود وكبد حوت من أجل أن نطرد الشياطين ومن أجل شفاء عيون المصابين بالمي البيضة أو بتأثيرات الحيوانات التي أسقطت شيئا في العيون المفتوحة أثناء النوم هل ترون هذه القصة محبوكة؟ أم أنها تشبه قصص ألف ليلة وليلة التي تحكيها الجدات لأطفالها عند النوم؟ من الأخطاء التاريخية في سفر طوبيا الذي يؤمن به الكاثوليك والأرثوذوكس حديثه عن تولي الملك سنحاريب للمك فيقول لنا لما مات أني ماصر خلفه ابنه سنحاريب الحقيقة أن أني ماصر هو عم سنحاريب وليس أباه وأن سنحاريب لم يتولى الملك بعد عمه بل تولى الملك بعد أبيه سرجون الثاني فهذه المعلومة معلومة خاطئة لذلك انظروا إلى الآباء اليسوعين ماذا يكتبون في التعليق يقولون لنا بأن سنحاريب تولى الحكم من سنة 704 قبل الميلاد إلى 681 قبل الميلاد وأنه خلف والده سرجون الثاني الذي حكم بين 722 وبين 705 قبل الميلاد إذن الأباء اليسوعيون في نسخة الرهبانية اليسوعية يخبروننا بأن هذه المعلومة معلومة خاطئة معلومة خاطئة ليست صحيحة لأنه أسقط الأب سرجون الثاني الذي حكم تقريبا قرابة 15 سنة هنا دائرة المعارف الكتابية وقاموس الكتاب المقدس بحسب موقع الأنباتيكلا أيضا يخبروننا نفس المعنى يقول اعتلى العرش بعد والده سرجون بعد والده سرجون بينما السفر يقول لنا بعد عمه شلمانصر هذه المعلومة معلومة غير صحيح دائرة المعارف الكتابية تعترف وجود أخطاء تاريخية طبعا لأنه هذول البروتستانت لا يؤمنون بهذا السفر يقولون بالكتاب أخطاء تاريخية واضحة منها أنه يقول بعد أيام كثيرة مات الملك شلمانصر فملك سن حاريب مكانه وهي مفارقة تاريخية واضحة لأن سن حاريب كان ابن سرجون الثاني الذي ملك نحو خمسة عشر عاما إذن وين أسقطت بحكم سرجون الثاني فهذه معلومة تاريخية خاطئة ويحدثنا الآباء أيضا عن خطأ آخر تاريخي وقع فيه هذا السفر فقد أشار إلى خراب نينوى على يد نبوخة نصر ووزيره أحشو يورش بينما الحقيقة أنها سقطت في يد نبو بولاسار اللي هو ملك ميديا في ستمية واثناشر قبل الميلاد قبل نبوخة نصر بزمن طويل فهذه معلومتان تاريخيتان خاطئتان وقع فيهما هذا السفر المقدس والسؤال للمؤمنين بهذا السفر المقدس هل أنتم تؤمنون بوجود أخطاء تاريخية في الكتاب أما هو تبريركم وترقيعكم لهذا الخطأ المقدس من الأخطاء في قصة طوبيا أن طوبيا الإبن احتاج إلى من يرافقه في رحلته لاستعادة المبلغ الذي أدانه أبوه لرجل إسرائيلي آخر سيصبح حماه فيما بعد وهو لا يعرف الطريق فقال له أبوه ابحث عن رجل يدلك على الطريق فلما خرج وجد أمامه رجلا أو في الحقيقة ملاك متجسد في رجل هذا الملاك قال له أنا هل تبحث على من يدلك على هذا الطريق أنا أعرف هذا الطريق هنا ينسب الكتاب المقدس إلى ملاك الله تبارك وتعالى الكذب مرة بعدما نحن المسلمين نؤمن أن ملائكة الله لا يكذبون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بينما المسيحيون يؤمنون بالملاك الساقط ويؤمنون أيضا بالملائكة الذين يكذبون فذهب طوبيا الإبن إلى طوبيا الأب وأخبره بأنه وجد من يدلك فقال أحضره لأستوثق منه لأعرف من هذا الذي سيذهب معه ابني لإحضار مبلغ كبير من المال يقدر بنصفا من الفضة عشر وزنات من الفضة عشر قناطير من الفضة طبعا مبلغ هائل لا يمكن أن تكون القصة صحيحة المهم فيريد أن يستوثق من هو هذا الشخص فلما وقف الملاك قال له طوبيت يهمني يا أخي أن أعرف اسمك واسم عشيرتك فأجابه البلاك أنا عزريا ابن حنانيا العظيم من بني قومك من بني قومك حاول بعض اللاهوتيون أن يحتالوا على هذا قال نوع من التورية لما شافوا طوبيا سألوا أنت مين فقال له أنا اسمي عزريا ابن حنانيا بعض الناس بيستعجبوا يقول معنى كده أن الملاك كبد لا هو مش كبد كلمة عزريا معناها الله يعني يساعد خلي بالكم عزر اللي هي بالعربي آذر آذر يعني ايه يساند يساعد ياه يعني يهوى الله يبقى يهوى بيساعد فلما يقول له أنا عزريا معناها أنا ربنا بعيتني عشان أساعدك ابن حنانيا يعني الله يتحنن يعني معونة الله دي مولودة من ايه من حنية فالله تحنن عليك فابعث لك المعون طبعا ما كانش من المناسب أن يقول له أنا الملاك رفاقيل كان هيتخض منه فقال له أنا عزريا ابن حنان لكن الحقيقة لا يخدمهم النص لأنه يقول له أيضا أنا من بني قومك إذن الملاك كذب فزعم أنه رجل إسرائيلي وأن اسمه عزريا وأنه ابن حنانيا العظيم فقال الملاك أذهب معك فأنا أعرف الطريقة كل المعرفة شوفوا الكذب الأخرى لأني كنت مقيما في تلك المدينة عند أخينا جبعائي إذن هناك كذب هو لم يكن مقيما هناك وهو ملاك من السماء ومع ذلك يكذب هذه الكذبات أيضا هناك كذب مهمة تنسب إلى هذا الملاك الملاك أخبر الملاك رفاقيل أخبر طوبيا الإبن بأنه سيذهب إلى تلك المدينة وأن هناك فيها فتاة إسرائيلية اسمها ساقة وهذه الفتاة لا يستطيع والدها إلا أن يزوجها لك أيها الشاب طوبيا اسمعوا ماذا يقول يقول ومتى عدنا من راجيس نقيم عرسها وأنا عالم بأن رعوئيل لا يستطيع أن يمنعك إياها ولا أن يخطبها إلى رجل آخر ما بيستطيع زوجها لأي إنسان مع أنه كان زوجة لسبعة لكن ما استطاع الدخول عليها وإلا استحق الموت بحسب حكم كتاب موسى ليش لعلمه بأنه من حقك قبل أي رجل آخر أن تتزوج ابنته والسؤال أين هذا في توراة موسى أين يستحق الموت أين الحكم الذي استخلص منه الملال أن رفائيل أن رعوئيل يستحق الموت إذا لم يزوج طوبيا أو لم يزوج ابنته سارة من الشاب طوبيا أين هذا الذي يقوله النص وإلا استحق الموت بحسب كتاب موسى الحقيقة هذا خطأ آخر أو كذبة أخرى من كذبات المؤلف المقدس سفر طوبيا حين زعم أن ملاك الله تبارك وتعالى كان يكذب وحاش لملائكة الله أن تكذب أيها الإخوة الأحباب هذا ليس كل شيء لكن الوقت لا يتسع للمزيد لذلك أختم بما قالته دائرة المعارف الكتابية هناك متناقضات جغرافية بارزة في هذا السفر يعني مثل وجود نهر الدجلة شرق نينوى بينما الحقيقة أن نينوى هي التي تقع في شرق نهر الدجلة هذه معلومة جغرافية تدل على أن المؤلف لا شاف دجلة ولا يعرف وين نينوى أيضا مدينة إكبتانا تقع في وسط سهل وعلى يومين من راجيس بحسب ما جاء في الصينائية واللاتينية القديمة والفولغاتا بينما تقع إكبتانا حقيقة فوق جبل وليست في وسط سهل وتقع على بعد مئتي ميل من راجيس التي قريبا من طهران وليس على بعد يومين فقط بعد يومين يعني ما يقرب من سبعين أو ثمانين كيلو متر فهناك فرق كبير بين مئتي ميل وبين سبعين أو ثمانين كيلو متر نعم أيها الإخوة الأحباب لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن هذا السفر وعن غيره من الأسفار المقدسة لا تنسوا نصيحة الأستاذ رشيد حمامي السلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعمل شير يعمل شارك شارك ناس تانية ورية الموضوع وصلوا ليهم كونوا أكتب ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعرى أو سافر الطير إلى من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيق